من بين أهم القضايا اللي جاء من أجلها قضية القاس كانوا بعثونهم ويندي شيرمن قبل 20 يوم بالضبط يوم 19 ماشي يوم 19 جاءت منهار واحد يوم 10 اعتقد كانت في الجزائر وقالت لهم مجموعة أشياء طبعا لما جاء ويندي شيرمن طلقوا قايدة محمد قايدة اللي كان عقبوها وعلى عبلة ومر بتعذيب وكان مسجون لكن قالت لهم ما ندخلش إلا لما يطلق صراحه فحطوه في طلاق صراحه ورجعوه الفيلة ولكن بحراسه وقالت لهم أيضا يومها ولعل اللي تابعوني من إخواني ذكرت مجموعة النقاط قلت لهمها مجموعة النقاط عندكم موضوع الغاز لازم يرجع البايب خاصة عندكم موضوع البترول والغاز نحن مستعدين باش نبعثوا شركاتنا لكن لازم الأمور تاعكم مقاونينكم هذي اللي كم دايرينها مش عاجبتنا لكن نبعثوا لكم شركاتنا باش يطوروا البترول الغاز الجزائري وأيضا ممكن حتى الغاز الصخري ورحمة تكلموا عليه وخاصة أننا معارفين أن وضع البترول للغاز الجزائري سيء جدا جزائري في نحية البترول ليس تنتج حتى الكوطن تاحة والغاز ليس كافية لالتزاماتها الخارجية ولا الداخلية وقالوا لهم لكن خاصة البايب لازم يرجع للمغرب طبعا قالوا لهم جبدوا لهم اذنهم في قضية العلاقات مع الروس ولكن النظام مقدرش يوقف مع الروس في الأمم المتحدة أو صحيح شوية ذبابهم وإعلامهم وكذيبان كل اللي راح مع الروس لكن هما معارفين اللي الأمريكان قالوا لهم اللي يمشي مع الروس را نعتبره عدو وهذه أيضا مرة أخرى لو كان جنظام نابع من شعب ومن إراد شعب وما يخافش أنا معايا شعبي وشعبي مثلا راح مع الروس أنا نمشي مع الروس لكن لأنها مافيا وهم عارفينها مافيا فعندهم طرق كثير الضغط عليهم طبعا إذن في قضية العلاقة مع الروس قالوا لهم ما نحبوش هذك الفخفخة واستقبل مسؤولين الروس وكذا وفهموهم اللي راح نيدلوا عقوبات شديدة عن الروس بغض النظرة على قضية الحرب في أوكرانيا اللي في الحقيقة الروس راح يغرقون فيها يعني دارك بداية تضح أنهم يغرقون وقالوا راح نسحبوا مكيف إلى آخر دارك نشوفوك شوية الموضوع إذا كفنا الوقت وإن كان بلاك اليوم ولا ما كفناش الوقت نمر مباشرة لقضية خنا بن حليمة إذن الوزير الأمريكي جاي بمجموعة أوامر طبعا تبعان في الشكل أنا هديبلو ماسي لآخره ونحاربوا الإرهاب مريكان يحبوا هذه تعلحموا حاربة الإرهاب على المستوى العالمي مريكان طبعا استخدموا الإرهاب باش يذبحوا شعوب بأكملها ودول بأكملها ويستيطروا على مناطق كثيرة إلى آخره لكن في الوقت اللي كانت أمريكا تتحدث على الإرهاب وتخوض في ما تسميه الحرب حرب العالمية على الإرهاب وتقريبا تدخلت أو قصفت أو في أكثر من ثلاثين بلد خاصة للمسلمين في هذا الوقت كانت الصين تبني في قوتها الاستراتيجية بعد عشرين سنة كتشفوا الأمريكان أن الصين غريم تلحقهم في الاقتصاد وأنها على المستوى العسكري أيضا تتفوق عليهم على الأقل الآن تقريبا خمس سنوات الأخيرة ما أنتجته الصين في البورج البحرية والقطع البحرية أكثر مما أنتجته أمريكا سعق الأمريكان لما كشفت هذه المعلومات أن الصين تفوق عليهم في الخمس سنوات الأخيرة في الإنتاج خاصة إنتاج البورج الحربية والغواصات وكل ما له علاقة بالحروب البحرية والجيش البحري لكن مع ذلك الأمريكان يطرابون لقضية الحرب على الإرهاب فطبعا قالوا ويروا ويساعدون في حرب على الإرهاب في الساحل إلى آخر لكن القضايا الأساسية كما قلت هي فتح قضية البترول والغاز إعادة البايبلاين النقطة الأخرى يفتح للشركات الأمريكية أيضا الفلاحية لعلكم لاحظتم لما أعلنوا على خلين نشوف الموضوع لما أعلنوا على شكون اللي حضروا مع تب بون ذكروا مجموعة وزراء من الجانب الجزائري شوه اللي أنا موجودة عندي هنا ذكروا مجموعة وزراء بما فيهم وزير الطاقة ووزير الفلاحة ووزير البيئة إلى آخر هذا الوزراء اللي ذكروهم الأمريكيين هذه القطاعات يحبوا يمشوا فيهم خاصة الفلاحة والبترول والغاز أنا شخصيا لا أرى أي مانع من أن الجزائر خاصة عندما تقوموا عندها دولة مدنية تتعامل مع أي دولة صغيرة أو كبيرة إذا كانت عندها التكنولوجيا اللازمة وإذا كانت تستطيع أن تستثمر عندنا وتنقل التكنولوجيا لنا خاصة سواء كانت أمريكا أو الصين أو روسيا أو تركيا أو فرنسا أو اسبانيا أي بلد أو اللوزوتو أو غانا أو الهند أو أي بلد المهم عنده كفاءة في مجال معين نستطيع أن نستفيد من قدراته ومنه وأهم شيء في هذه الأمور هو التنويع تنويع عدد كبير من البلدان باش ما تكونش خاضع لهذا البلد أو ذلك البلد ودائما تتجه كل بلد فيما يعرف يصنعه لو تجي للقطارات ستجد أن أفضل صناع القطارات في العالم أو من بين الأفضل هما الصينيين واليابانيين والكوريين مثلاً هذا ممكن هذا الجزيرة تحتاج عشرات الآلاف من كيلومترات السيكة الحديدية لما نجي لتكنولوجيا ما نشعرف أنا الفلاحية مثلاً لما نجي لقضية الفلاحة مثلاً نشوف هولندا مثلاً على سبيل المثال هولندا إيرلندا الولايات المتحدة أستراليا كندا حتى فرنسا في حدود معينة هذه كلها طاقات هائلة في الفلاحة وهكذا كل القطاع تشوف من هو الأفضل وتتعامل معه وتفتح المجال ويكون كلش واضح وشفاف ماوش قدية خمسة في المئة وعشرة في المئة وجيب شركات لحسابات معينة إلى آخره هكذا تبنى الدول وتبنى البلدان ماش بالطريقة العبثية اللي راي قايمة في البلاد مرة أخرى شكراً سيد بلينكين فوصولك للجزائر خلى المافيا العسكرية تطلق عشرين وواحد وعشرين من أحرار البلاد ورغم يقولوا يفرج مؤقت لأن هذا وثاني مرة أخرى الخوف ممكن غير يروح بلينكين يعاود يدخلهم أو يدخلوا البعض منهم أو يهدوهم موسيقى موسيقى